أخي الأصغر ينهي دراسته هذا العام في الحقيقة أنا الآن أقابل عائلتي مرة كل أسبوع وذلك لأنني أعمل في القاهرة وأزورهم مرة واحدة يوم الجمعة في الحقيقة عائلتي تعني بالنسبة لي الكثير فوالدي ووالدتي يمثلان بالنسبة لي الأمان كما يمثلان بالنسبة لي الراحة وخاصة العاطفية والدي ووالدتي اجتهد كثيرا حتى يتيح الفرصة لكل أفراد الأسرة أن يتعلموا فأتذكر أن والدي وأنا صغير كان يدفعني ويشجعني إلى استكمال دراستي حتى وانطلبته نفقات كثيرة والدي كان دائما مستعد أن يوفرها لي كذلك والدتي فقد كانت تصهر طويلا وأنا أذاكر أيام السنوية العامة لإعداد ما أريده من طعام أو شراب وخاصة أوقات الامتحانات فأنا أقدر مجهوداتهم كثيرا ترجمة نانسي قنقر